والكلمة حر صباح النور على سلامتكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ميدي ميد ليلة 27 سبعتاش مية الفين واحدة وعشرين عيد نعيده ممخر ما يصيرش بتأخير متاع نهارين وثلاثة أيام مشال عيدكم كل عام حيين بألف خير صباح النور سيلوتي صباح النور إيمان إبراهيم صباح النور جميع مستمعي راديو ميد مرة أخرى عيدكم مبروك مشال كل عام أنتم وبلدنا حيين بخير وشالها يا ربي تتعدى لأيامات الصعيبة على شقان الفلسطين معناها ومعناها تتوقف المجازر المرتكبة وقت نشوفه معناها الدماء ونشوفه الأطفال ونشوفه النساء ونشوفه العائلات ونشوفه التهديم بكل هذه الوحشية معناها نحسوا لهذا عنوان آخر من عنوان المأساة الكبرى اللي قاعدين نشوفها كعالم عربي خاصة أمامها معناها التواطئ الحكومات والأنظمة المتعاقبة اللي معناها تاجر بالقضية وحولها معناها إلى رأس مال تجاري سياسي لا أكثر ولا قلب قال مواطن فلسطيني البسيط هو اللي يدفع الفاتورة باهضة وباهضة جدا فإن شاء الله كما قلنا معنا اليوم كان الأمنيات والتمني إن شاء الله القادم أفضل للشعب الفلسطين سبح النور سبح نور كافة المستمعين والمستمعات عدنا وإن شاء الله العود وأحمد لأننا رجعنا تقريبا من الحياة الطبيعية في حين أنا لختره مزال موجود خطر الكوفيد مزال موجود فرحنا في وقت ما وقت اللي هبطت نسبة الوفيات إلى حدود 32 و36 ثم رجعت سابعين إلى سابعين تقريبا طوى عن حوالي 12 ألف حالة وفاة بالضبط حد شنالف وثمانية متسعة وربعين يعني في حين أن عدد التلاقيح مزال يمشي ببطء خمسة وسبعين ألف من جملة مليون وسبعمائة ألف مسجلين تقريبا 30% أو أقل شوية وتتراوح النسبة ما بين 18.3% في ريانة و34% في قبل لي ولكن ربما النقطة الإيجابية فيما يتعلق بالتلاقيح هو النسق بداي يتسارع حيث سجلنا 32 ألف تلاقيح نهار 15 يعني منذ يومين بعد فتح المركز الكبير اللي هو يعني قاس المؤتمرات بتونس العاصمة نفس الشي ينضم صوتي إلى صوت لطفي باش نترحم على الشهداء في غزة الفلسطينيين 200 شهيد من بينهم 58 طفل و12 جريح وشفنا يعني جميع المحاولات بتمرير لائحة على الأقل لفق العدوان اللي تبناتها طرحتها تونس والصين والنورفاج اتيح مرة أخرى بسبب عفوا التعنت الأمريكي والاجتماع متع مجلس الأمن شاركوا فيه وزراء الخارجية متع 15 دولة ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اللي شاركوا كامبل ماندو بينمتاعهم يعني ما همش أعطين قيمة لأنه بتعلت أن الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تضغط تقول خليه والوقت تني قاعدة عاملة مساعي ولكن هو لأن طلب من نيتانياهو خليه للوقت باش نزيد ندمر أكثر فأكثر بالتالي من نجمه كان نتضامنه قلبا وقالبا مع أشقان في فلسطين وإن شاء الله تنجلي عليهم المحنة هذه هو عدوان عرى ربما حتى معناها حتى الدول والأنظمة اللي تتشدق بالديمقراطية وبحريات التعبير شفنا فرنسا منعت حتى معناها الحق في ممارسة معناها التضامن مع الشعب الفلسطين ومنعت نزول مظاهرة في الشارع ولو هبطوا مسيرات بالرغم خاصة في باريز لأنه تم منع في باريز ولكن في باريز فما تقريبا حوالي خمس آلاف شخص اللي هبطوا عاملوا مظاهرة معادتها رغم الحجر ورغم المنع هبطوا مظاهرة وتمت بعض الليقافات ولكن شفنا أيضا تضامن من طرف في الولايات المتحدة الأمريكية صارت مسيرات للتضامن شفنا أيضا فريق انجليزي لسستر بعد ما فاز بالكأس الإنجليزية كونه رفع الملعبية متاعه في الملعب رفعوا شعار تضامن مع غزة هذه زادة من النقاط الإيجابية وشفنا أيضا أنه مع الأسف الأعلام الفرنسي بالأساس وعلى الأقل جزء منه أصبح يساوي بين الجزار والضحية بين لاغريسوري لاغريسي يعني يعتبروا نفس الشي اللي تقوم به معاتها ولا لا الفصائل الفلسطينية للرد على العدوان وهو يحطوه في نفس الخانة أو أقل من العدوان الهمجي اللي تقوم به طيران الحربي الإسرائيلي بعد شوية بختيغ من ماذي ساعب لتوضيفنا يكون الناشطة السياسية النائب السابق سحبي بن فرج دكتور سحبي بن فرج يجب حذينا بختيغ من ماذي ساعب بعد شوية نعود على آخر وهم التصريحات في الكلمة بالكلمة هيبة أمريكية اللي تونس يحكي عليها وزير المالية علي الكعلي نعود على القضية الفلسطينية في موقف لرئيس الحكومة هشام المشيشي ونرجع على ما هو مطلوب من رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية اللي يسافر منذ قليل إلى باريس قمت باريس لذلك نعقد على المتداد يومين توبعد يحكي عليها زادة براهيم الوصلاتي فاشتحكي شكرا على اختيركم موجهة 104.1 في تونس الكوبرا والكابان سمعنا على 100.0 في نيبل الحمامات تتعب برونة على www.radiomedetunizy.com يحكي علي الأطباء تحديدا على 50 طبيب توتسويت لط في العماري فاشتحكي ماذا تحكي ماذا كانوا هم 50 طبيب والله هم 50 طالب في الطب يعني على أبواب التخرج وكان المفروض أن ينتواجه للسيدة وزير التعليم العالي لاعتقادي أن المسألة هي تخصها معناها وتخص وزارتها لكن يبدو أن الأمور في الوزارة تجاوزتها وصار كبار الموظفين في الوزارة هم الذين يتخذون القرارات ربما حتى وفق أهوائهم الشخصية وليس وفق المصلحة العامة نحكيه على 50 طالب طب في المغرب اتواجدوا في تونس في فترة الحجر وتعذرت عليهم العودة إلى المغرب حاولوا أنهم يروحوا مباشرة ما كانش ممكن وحاولوا أنهم يرعوا للمغرب عن طريق موريتانيا وكذلك تعذر عليهم هذا المسألة عندها أسابيع طويلة قاعدة الدوم في الأثناء الأولياء امتاع الطلبة هذا ما يعني تقريبا ترقوا كل الأبواب واتصلوا بكل المسؤولين لإيجاد حل لأبنائهم الطلبة ولكن لم يجدوا الأذان الصاغية بمعنى أنه تم الاتفاق مع كليات الطب في المغرب أنه يتم إجراء الاختبارات هنا في تونس بالتنسيق والتعاون مع كليات الطب في تونس وصار عمناول نفس الشيء وتمت العملية بنجاح المرة هذه استودمت هذه البادرة برفض كبار موظفي وزارة التعليم العالي وخاصة الإدارة العامة للتعاون الدولي والتبادل الطلابي بالوزارة والإدارة هذه مسؤولة عليها السيد اسكندر لعميري سيسكندر لعميري ومعاه سيد السيد مالك كوشلاف اعترضوا على إجراء الدورة هذه الاختبارات معناها تم هنا في تونس رغم أنه كما قلنا ثم موافقة الطرف المغربي نحكيه على السيد أنس البناني كطرف مغربي أبدأ موافقته قال لا مانعه وكذلك عماداء كلية الطب في تونس وصفاقص قالوا أحنا زادا مستعدين أن نجريه نفس الاختبار للطلبة هذا ما لهنا في تونس ونرسله بمعناها الاختبارات إلى كليات الطب في المغرب وهذه معناها تم التقليل وكذلك معناها أولادنا هذو ما طلبه ما يذروش وما يذيعوش إلا أنه كما قلنا الوزارة ممثلة في السيد سكندر لعميري والسيد مالك كوشلاف رفضا قاطعا إجراء هذه الدورة الاستثنانية واقترحوا دورة أخرى للاختبارات يتم في سبتمبر بعد ما يتم فتح الحدود بين البلدين بطبيعة الحال الوقت باش يمر وباش تكون إمكانية الرصوب أقوى بكثير من إمكانية النجاح نهيك أنه ما فميش علاش يتم رفض هذا المقترح الذي تم العمل به في السنة الفارتة قلنا معناها أن السيدة الوزيرة إذا تسمع فينا وإذا ما يشتسمع فينا أكيد أنه ثم شكون باش يوصل لها لكن زلدا نتوجه للسيد رئيس الحكومة باش يتدخن ما نحكيه على أي ملف نحكيه على حاضر ومستقبا خمسين طالب طب يقرعوا في المغرب الناس الكل نعرف كلفة الدراسة هذه نعرف وش يتحملوا الأولياء من تضحيات مادية كبيرة برشا العام بحسابه ثم حتى حاجة بلادنا إلى هذا العدد معناها من الأطباء في المستقبل القريب فرجاء إن شاء الله السلطات المعنية وزارة تعليم العالي رئاسة الحكومة معناها تتفاعل مع النداء هذا مع نداء الأولياء مع نداء الطلبة هذوم ويلقوا حل ما همش طالبين المستحيل فما إمكانية كبيرة أنها تصير الامتحانات هذه في تونس هناك سابقة تمت في السنة الفارتة ونجحت السلطات المغربية معناها موافقة صراحة غريب جدا أنه زوز معناها كبار موظفي وزارة تعليم العالي يتحكموا في مستقبل خمسين طالب بجرة قلم بإمكانهم أنهم يحلوا المعظة هذه واعتقاد أنه مسؤول الكبير يلزم تلقاه الإدارة والوزارة متاعه وقت تكون ثم أزمات من نوعية هذه أما في سير لاياب تولي الأمور أكثر من بديهية إن شاء الله كما قلنا وزارة تعليم العالي السيدة الوزيرة تصغى للنداء هذه نعم إبراهيم نستسمحك فقط للحظات خطبش بعد شوي بش نحكيو على قمة تمويل الاقتصادية الأفريقية اللي بش نعقد غدوة في باريس واللي سفر لها منذ قليل الرئيس قيس سعيد بدعوة من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لكن قبل هذا نخذ معنا عبر الهاتف فساد فوز الداودي مساعد أول